بسم الله الرحمن الرحيم انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة يظهر شخص بزي مدني وهو يرافق قوة خاصة إسرائيلية جاءت لاعتقال الأسير حمدي إدويكات من بلاطة البلد في نابلس هذا الفيديو أثار ضجة وأثار تساؤلات كبيرة من هذا الشخص؟ هل هو مرتبط مع الاحتلال؟ أو هل هو شخص ما قام بإرشادها مجبرا؟ إلى منزل حمدي إدويكات معنا الآن شقيقه الأسير المحرر موسى إدويكات أخي موسى شو التفاصيل؟ نحن تفاجأنا بالفيديو على موقع التواصل الاجتماعي كان مرارة الفيديو علينا على أنفسنا في العائلة أشد ألما وقهرا من الاعتقال بحد ذاته لأنه مرارة أتمنى لا يكون موضوع خيانة لكن مرارة الخيانة والعمالة مؤلم بحد ذاته تفاجأنا بالفيديو على موقع التواصل بوجود شخص بزي مدني مرافق للقوة الخاصة التي قامت باعتقال أخي حمدي هذا الشخص أرجح أن يكون عميل أو جاسوس لأنه لم يأتي أحد إلى المنزل أو لم يقوم أحد باتصال علينا بتبلغنا أني شخص عابر ماشي في الشارع أو أجبرتني القوة على إرشادهم إلى المنزل لا تمنى لا يكون عميل هي قوة خاصة دخلت إلى المنزل بعد تكسير الأبواب لما دخلوا إلى المنزل سألوا عن أسمائنا قاموا بتقييدي أنا وأخي حمدي بعد دقيقة رجع المسؤول للقوة وقال لي أني لا يوجد لي أمر اعتقال وقاموا بإرجاع للغرفة التي فيها والدتي وأختي بعد ذلك أخذوا أخي حمدي إلى جهة غير معروفة موقف العائلة من هذا الشخص إيش ممكن يكون؟ نحتاج إلى توضيح إذا لم يكن هذا الشخص عميل توضيح حقيقي وعاجل حتى نكون على وضع صريح لأن صراحة زي ما حكيت لك العمالة والخيانة شيء مرفوض في الدين وفي المجتمع إذا كان يعني أرجع أن يكون هذا الإنسان صراحة العميل أو خائن إذا لم يكن غير ذلك نحن جاهزون إلى في حال تم الاتصال علينا أو تبليغنا إلى الاعتذار له لا في أي مشكلة لغم أنه لم يظهر وجهه أو غير معلوم يعني؟ صراحة هو طريقة تحركه في الفيديو مريبة عندما قام بإرشاد القوة إلى المنزل وعاد بكل هدوء بتعديل الجاكيت بكل هدوء دون توتر يعني هذا ليس عبر طريق أو شخص عادي